موسيقى كلينيك صوت لبنان بلقاء جديد نحييكون مشاهدينا ومستمعينا وينما كنتوا اليوم عم بتتابعونا اليوم مخصصين حلقتنا لنحكي عن كبار السن ببلد منهك مثل لبنان الرعاية الصحية في غائبة بيفتقر إلى سياسات بتستهدف المسنين مثل تأمين داخل لقلون نظام حماية من تأمين صحة وبرامج للتقاعد وضع المسن بخطر نفسيا وجسديا شو الأمراض التي تصيبوا وهل من حلول لوضعه الحالي ضيفي اليوم دكتور واقل كرامي استشاري بالطب النفسي وطب العائلة وأمراض المسنين والمتخصص بالعلاجات النفسية الحديثة أهلا وسهلا فيك دكتور كرامي لفتني عندك على صفحتك يعني بتقول العمر مجرد رأم والعقل السليم هو الأساس قديش فينا بظل هالضغوطات اللي نحنا عايشينا نضل بعمر معين يضل عقلنا سليم صحيح لأنه ظروفنا كتير صعبة بس نحنا هون نجيين لنحكي سلبية نجيين نشوف شو فينا نشترح حلول وندعم أحبائنا للمستمعين والناس اللي عاب يسمعونا يعني والمشاهدين بي يعني رؤية كيف فينا نتخطى هالصعوبات ما في شعب بالعالم غير ما تعرض لصعوبات الفرق بين شعب وآخر إنه شعب بيصمد ومن الأزمة بيخلق فرصة وشعب تاني يمكن بتسيطر على الكئابة الجماعية شو الفرق بين لما يكون في عنا عايشين بهالأزمات الفرق بين شخص بعده مراهق شخص بعده بثلاثين أربعين خمسين وبين شخص بي يعني مسن لحتى يقدر يتلقى هالصدمات يلي عيشها كيف بيتفاعل مع المسن؟ هلأ الشخص مننا بيعيش بيحافظ عكرامته يعني هالمسن اللي وصل لعمر فوق الخمسة وستين احنا بنعتبر المسنين وفي ثلاث شرائح منهم يعني الخمسة وستين لخمسة وسبعين خمسة وسبعين لخمسة وثمين والأولدست أول بنسميه اللفوق الخمسة وثمين هالشخص اللي بيكون أمن مستقبله من وقت الممنوعة بالمدرسة يا سيدي منقول لأولادنا انه درسوا منيح لتأمنوا مستقبلكن لتصوء ليكون عندكم مستقبل زاهر وتصونوا حالكن وصحتكن الجسدية والنفسية لتعملوا اختصاص بتحبوه لتبدعوا آخر شي هالمسن وصل لهم بعد حياة طويلة وعطى مجهود وعطى من ذاته نفسيا وجسديا وأرهق نفسه لا يرتاح بفترة معينة اللي هي فترة المسير المسن ويحافظ على كرامته الحفاظ على الكرامة هي كتير مهمة للمسن للمسن لأنه هي بتأثر على نفسيته وهي بتمنع أنه يقع بضغط نفسي وبالتالي بتوتر أو باكتئاب شديد بس لما نقول يحافظ على كرامته يعني منعني أنه يكون قادر يأمن يعني معاش أو مش ضروري معاش مبلغ من المال للأدوية لشو لما نقول عن كرامة المسن لما نحكي عن هالشي بده يقدر يأمن معيشته يقدر يأمن أدويته يقدر يكون إلو يضلوا إلو فانكشن يعني إلو دور بالحياة يعني إذا المسن من نقول صار فوق الخمسة مش منعني أنتهت حياته عنده إشي كتير يعملها فإذا هو محضر حاله لفترة اللي بيصير يعني عطاء الجسد أخف لأنه مع العمر هذا شي طبيعي يعني في المرحلة فإذا هو محضر حاله ليكون عنده مشاريع معينة بفترة يعني طلع لنقول هو موظف دولي عنده تقاعد منظم حاله إنه بهالمعيش تقاعد بيقدر يعيش وعامل يمكن يعني مشروع تاني إنه كمان يقدر يسنده فلمن هالمبلغ التقاعد يبطل يكفي يكفي ليروح مشوار لعند الحكيم أو يعمل أي أكتفيت معينة هذا كيف بده يكون إحساسه ففينا نقول يعني بهالأزمة الاقتصادية اللي نحن عايشينا الأكثر تأثرا بالمجتمع هي فئة كبار السن ما فينا نحسم إنه هني كبار السن هني المؤثرين أكثر شيء لأنه الأطفال حتى المؤثرين يعني في عيال مش عبتقدر يعني عبسير عم نشوف اللي بنسميها يعني ضعف سوق تغذية سوق تغذية عند الأطفال والشباب هني بيكون في عليهم ضغط كمان كبير لأنه الشاب مطالب منه هلا كل مسن ما في حالة مسن مثل التاني له السبب نصيحتنا نحن إنه اللي عنده مسن بالبيت يزور طبيب لو مرة اللي هي زيارة التقييم اللي بيخلالها نحن الأطباء اللي نتعاطى الأمراض الشيخوخة نعمل تقييم للمسن تقييم جسدي ونفسي وتقييم الجسدي بيتضمن إنه قداش بيقدر يعمل بعد فانكشن إذا بيقدر يعمل رياضة ولا لأ شو دوره بالحياة شو عنده أمراض مزمنة كيف لازم يحافظ على الأمراض المزمنة لأنه المسن بيصير عنده أمراض معينة مع العمر مثل نقول الروماتيزم أو تكلس بالمفاصل وفي عنده أمراض بتبقى من قبل مثلا ضغط أو سكرة عمر 40 أو مبلش أو 50 وبتتابع معه لعمر ويحافظ عليها لأنه هايدي أمراض مزمنة بتأثر على كل الأجهز يعني زيارة متابعة مع حكيم تقييمية زيارة تقييمية وعلى أساسها منحط بلان معين المسن بيكون عم بيأخذ مرات زيار كذا طبيب وعنده 12 دوام لما نقعد نحنا معه ونشوف كيف ما ننخفف الأدوية كيف في أدوية بتتضرب مع بعضه مع بعضها يعني أهمية زيارة الطبيب المسنين للتقييمية هايدي كتير مهمة لأساسها نحط بلان ونشوف كيف فينا نساعده دكتور هوني سؤال هيك على الهامش حضرتك عشت بكندا نعم وعندك جوائز كمان أخذت من كندا إذا بدك تعمل هيك مقارنة بين المجتمع الكندي وكيف بيتعامل مع المسن من هايدي الزيبية قصة الزيارة التقييمية للمسن وبالبنان يعني ما كتير ناس بيعرفوا أنه أنه لازم أنا زور طبيب مع الشخص الكبير بالعمر بس ليعمل لتقييم ومتابعة أنا بيخد الرجل المسن بس إذا كان في عنده مشكلة صحية صحيح صحيح أديش هالمقارنة؟ فيه فرق كبير لأنه هونيك فيه يعني محضرين حالهم وجماعة يعني تطوروا لدرجة أنه فيه سيستم الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم سيستم حتى لو ما عنده حدا المسن بكندا يعني ما تزوج ما عنده أولاد وأرايبه لنقول أخته يعني الأرايبه يا توفوا يا سيكنين بمناطق بعيدة فيه سيستم بالدولة أنه بهالبطاقة الصحية اللي عنده إياها اللي فيه يستفيد فيها خصوصا لمن بيستفيد فيها أكتر شيء بعد لمن يصير موسني يعني بعد العمر الخمس وستين ففيه بحيالة مؤسسة معينة يحطها البطاقة ويفوط يزور الطبيب بالمستشفى بالطوارئ إذا بده دخول للمستشفى إذا بده مساعدة بالمنزل فيه يعني بيجوا لعنده ناس بيساعده لأنه المسن فيه أشياء ببطل يقدر يعملها لأواحده نحن متقبلين هالفكرة زيارة الطبيب وحضرتك كما ذكرت استشارة طب عائلة وأمراض مسنين نحن متقبلين هيدا الفكرة بمجتمعنا أنه ناخد الرجل المسن لا طبيب اختصاصي فقط للمتابعة وتقييم حالته بدون ما يكون يمكن عنده مشاكل كتير كبيرة لا ما كتير عندنا وعي صحي بيحاولوا الأهل يعني المحيطين هلأ فيه ناس محيطين بالمسن وعندهم وعي صحي وبياخدوه دوريا لعند الطبيب وبيتابعو له أدويته وبيخلوه انفوف بنسميه يعني لازم يضلوا المسن منخرط بالمجتمع اللي هو فيه العزلة بتزيد ضعف الزاكرة إذا منه محضون اجتماعيا يعني حاسس أولاده أو أهله معه بيهتم فيه هيدا بتعمله كمان كآبة وبتعمله توتر بتعمله مشاكل بالنوم وبتأثر جسدية ونفسيا لأنه النفسية مرتبطة بالحالة يعني بالصحة الجسدية والصحة الجسدية مرتبطة بالصحة النفسية دكتور كرامي ببلشوا الأسئلة المستمعين خليني أقول كمين تقدروا تطرحوا أي سؤال من خلال أرقام صوت لبنان وأيضا من خلال الواتساب إيمان بتقول الماما بلشت تنسى خايفي يجي يوم ما تعرفنا هي بس شي ما بتتذكروا بقول لهم لا أخوتي ما تقولولها لا قولولها أي صح بخاف يتعب دماغة أكتر هذه الكيس بحد ذاتها هي إذا بدك نموذجه لتزور طبيب الأمراض الشيخوخة ويعملها تقييم للذاكرة لأنه في عدة أسباب لضعف الزاكرة ممكن يكون عندها أسباب ثانوية نزبط لها إياها وتتحسن ذاكرتها وممكن يكون عندها بداية قصور بالذاكرة نتيجة الألزهايمر أو نتيجة سريبروفاسكولار أكسيدن اللي هي يمكن مشاكل دماغية يعني جلطات أو نزيف داخلي شوية الدماغ وما انتبهولو نعم خلينا بس نعرف الناس شو بيعني أمراض المسنين اختصاص بأمراض المسنين شو بيشمل هالطب هيدا الطب بيكون شخص مخلص يا طب عائلة أو طب داخلي بس متخصص بهالشريحة اللي هي المسنين اللي هني فوق الخمس وستين لأنه بتعرفي بالطب فيه تخصصات وفيه كمان سو سبيسياليتات يعني ضمن التخصصات مثلا بالطب النفسي فيه طب نفسي للمسنين بطب الأطفال فيه طب نفسي للأطفال فهي لأنه خبرته بتكون أكتر بيكون بيعرف بأمراض المسنين أكتر وبيكون قادر يعني يعمل فوكس هالشريحة وهو يدير لهم ملفهم الصحي لأنه حتى الأمراض المسنين مشكل شي بحلة يعني طبيب الشيخوخة ممكن تكون بدهم جراحة وهني مش منتبهين أو بدهم تغيير مفصل لنقول صار عندهم تكلس فهو بينظم لهم حتى بيعمل لهم ريفيرل بيعمل لهم توجيه لعند الجراح يعني هو نقطة الارتكاز للمتابعة أو لتوزيع الأزوار بيقدر يحل تقريبا تسعين بالمئة من مشاكل المسنين وباللعشر إلى خمسة عشر أو عشرين بالمئة بدهم يحولون ويدر لهم ملفهم الصحي كمان سؤال بتقول ليش أمي ما بقى حكيت من شهر ما بقى تحكي من شهر عمره خمسة وثمانين سنة ما بقى تحكي من شهر وعمره خمسة وثمانين سنة إذا ما بقى تحكي يعني ممكن يكون صار عندها مثل ما حكينا جلطة بدماغية أثرت على مركز النطق أو ممكن أحيانا المسنين إذا اكتئبوا يبطلوا يحكوا يعملوا يعني ليش بيكتئب النصان سبب نفسي بيكون لعدة أسباب لأنه نحنا الاكتئاب بحد ذاته منسميه بايو سايكو سوشل يعني فيه إلو بارت بايولوجيكال بيكون فيه تغيرات بنيورو هورمونز بالدماغ ما فيه سبب واضح لأنه وصايكو بايو سايكو سوشل يعني كمان فيه شيء نفسي يمكن يكون عندهم عزلة يمكن يكونوا تعرضوا لضغط معين لترومة لصدمة مثلا فيه ناس مسنين لنقول تعرضوا من الانفجار لنقول تعرضوا لصدمة فشلوا صار عندهم اكتئاب ممكن كمان نسمتهم كبيرة بعد انفجار بارتق بيروت ممكن يكون ظروفهم الاجتماعية مش ملايمة يعني حدا نمزعلهم تعرضوا لتعنيف وما قدروا يحكوا تعنيف اللفظة كمان نفس التأثير من اللفظة تعنيف اللفظة والجسدة لأنه هيدا جزء من اللي بتعرضوا المسن وهي منى نسبة صغيرة يعني عبتتكاتر ولازم ننتبه له ففي عدة عوامل للاكتئاب عند الكبار السن وممكن هن تاريخيا يكونوا هن وبعدهم شباب وصبايا عندهم هيدا المشكلة وهي مشكلة كمانا مرات بتكون بالعيال يعني منسأل نحنا المسن إذا حدا من عائلته عنده كان اكتئاب إذا حدا من عائلته منتحر فبيكون لم يكون عنده اكتئاب متكرر خلال بتاريخه العائل يعني بتاريخه العائل وبتاريخ الشخص إذا هو اكتئب عمر العشرين معرض أكتر أنه يكتئب لمن يصير مسن وفي مسنين ما عندهم تاريخ للاكتئاب وهيدي عم نشوفها زيادة باللبنان ما بحياتهم معرضين للاكتئاب بس بنتيجة ظروفنا الكورونا بالإضافة بالإضافة للشغلات اللي حكيناها الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزرع نسرأت مصريات وهيدي تعدى هذا اللي بدي أسألك عننا يعني اليوم كتير منسمع ومنعرف أنه كتار جانع عمرهم بيقولك نحنا اشتغلنا كل حياتنا فجأة ما عم ملقينا شي ما أنا قدرين ناخدهم هايدي كيف أثرت يعني كيف عم بتأثر وشو عم بتشوفه بعيدة ذاتكن هايدي أثرت كتير لأنه الطبقة الوسطى اللي كانت هي محرك الاقتصاد بلبنان بطلت موجودة فعليا يعني الطبقة الوسطى صار فقيرة والطبقة الغنية جزء منها عنده مصاري محتجزة ما كمانا صار حتى اللي عنده مصاري وما قدر يوصل له يعني عنده نقول مليون دولار بالبنك ومش قدر يعطوه غير فتفيت فكمانا ما قدر يعيش متل ما كان هو يعيش قبل وفيه اللي هي الطبقة اللي الغنى الفاحش زادت غناها لأنه هن اللي مسيطرين إذا بدك وهن ما مأثرين يعني إذا بدن شي بيسافروا يعني بالسنوات الجاية رح تشوف أنه غير اللي معه مصاري ما رح يقدر ياخد جود ميديكال كار يعني رعاية صحية مزبوطة لأنه بطلوا يقبل يعني بلشنا نشوفها يعني بلشنا نلمسها يعني بمية بالمية بس هايدي كيف عم تنعكس أو ممكن تنعكس أمراض اكتئاب اضطرابات نفسية على المسنين طب أكيد أكيد ممكن تنعكس لشي لأنه هيدا يعني ارتباطه مباشر بمعنوياته للمسن بتأمين بتأمين أكل صحي أكل نظام غذائي معين أنه يقدر يسافر يغير جو يشوف عالته يعمل يعني يعزم حدا أكيد كله مرتبط ببعضه لأنه هالإنسان اللي محضر حاله لا يعيش حياة رغيدة ويجي يخسر كل شي وما يقدر يحقق يعني بيكون تعرض ل إذا بدك لغش وحس حاله كأنه حدا هانه وما قادر هو يدافع عن كرامته نعم شو الأمراض التي تصيب الكبار السن هلا فيه أمراض معينة جسدية وفيه أمراض نفسية هلا الكبار السن بصير عندهم ترقق عظم ممكن منحذرهم أنه ما يتعرضوا لوقع على أنه بنتيجة هشاشة العظام بيصير فيه كسر فيه اللي بيصير فيه عندهم بالمفاصل يعني مشاكل الجسدية مشاكل الجسدية مشاكل نفسيا شو هن شو بيصير فيه أمراض نفسية أمراض بيصير فيه عندهم اكتئاب نعم واكتئاب مرات حاد وخصوصا إذا فقدوا إذا كان هو عنده بارتنر يعني مزوج من لاحظ أنه يموت أحد الزوجين الشاركين الزوج الآخر بيكتئب ممكن يكون عندهم توتر مشاكل بالنوم ممكن يكون على المدى البعيد إذا هنه يصير عندهم رابو والسي أو بيدي اللي هي تلايف بالمجاري التنافس إذا كانوا مدخنين قبل الاضطرابات النفسية لأنك سألتيني عنها ممكن يكون عندهم كمان من أساس هنه وعندهم فصام اللي بيبين بعمر صغير وبيضلوا كل طول العمر لازم يتابعوا فعدت شغلات خلينا ناخد المضيخة لدكتور كرامي ألو ألو بوجور بوجور أهلا فيك أسأل الدكتور بالنسبة للي نحنا هلأ بعمر الخمسين سنة ومتعرضين لهالضغوطات الحياتية اليومية عم بلاحظ من قريبيني من أصحابي حتى بعمر الأصغر يعني بيكون عم تحكي معه بيوقف بيقولك أنا شو كنت عم بحكي أو مثلا أنا وين حطيت السلولار وبيكون حد السلولار هيدا نحنا لوين بدنا نوصل فيه يعني شو عوارد اللي بدنا تصير عنا بس نكبر أكتر من جراء السلس اللي عايشينه هلأ لأنه شو لازم نعمل وقاية أو عمي لازم نتواجه طيما تزيد مع الوقت لأنه الحياة هاي قطعة مضى عشر سنين راح تدلها هيك صعبة بلغني طي نطلع من الأزمة اللي نحنا فيها نعم أهلا فيك شو المؤشر أو شو بدي أتشكرها على السؤال المميز لأنه فعلا نحنا بالتصنيف اضطرابات الزاكرة مش بس يعني فيه تصنيف جديد لأضطرابات الزاكرة اللي هو اضطراب الزاكرة الخفيف اللي مثل ما عم تحكي المدام اللي بصالي بعمر الخمسين بعمر الخمسين عم بيبين منسميها ميل كوغنيتف ديس أوردر وبتصير ينسى مفتاحه يرجع يسأل نفس السؤال ينسى اسم بيكون عراس لسانه وما قادر يقوله فبهايد الفئة العمرية كمان لازم يعملوا تقييم للزاكرة عند الأخصائي اللي متخصص تقييم يعني فيه فحوصات فيه فحوصات معينة فيه فحوصات دم أحيانا مثلا من ضعف الفيتامين بي 12 بيكون فيه ضعف بالزاكرة بمجرد ما نعود الفيتامين بي 12 بتحسن تتنشط ذاكرته بيكون فيه مثلا مشاكل بالنوم عم بيشخر كمان بتأسلم يتحسن نوم ويتحسن تركيزه ويتحسن ساعتها ذاكرته فعدة أسباب شو الوقاية؟ فينا ناخد وقاية قبل ما نصل لمرحلة متقدمة بالزبط لأنه من بتابع المريض فحوصات معينة مع الطبيب وتقييم يعني دوري للزاكرة يعني فيه فحص نحنا بنعمله للزاكرة بياخد 15 دقيقة معنا ربع ساعة ومنصير ان نعيده بفيرجن أخرى لما يتعود علي المريض يعني بتتوقعوا ايه بعد 6 شهر او بعد سنة ونشوف ساعتها اذا هالفئة اللي بيصير عندهم اضطراب زاكرة خفيف تلتم بيرجعوا بيتحسنوا بيرجعوا طبيعيات طبيعيين تلت الآخر بيزيدوا بيصيروا بمرحلة الالزهايمر او الخراف يعني بتزيد اضطراب زاكرة بدلا ما يكون خفيف بيصير شديد وجزء التلت الثالث بيضلون متل ما هني يعني بيحافظوا بيحافظوا على اضطراب زاكرة خفيفة لحتى نقول للناس او يعني يلي هني عم بيهتموا بكبار السن او عندهم ما في حدا ما في عائلة ما عندها حدا مسن بالبيت شو العوارد اللي لازم ينتبهوا لها ويعرفوا انه هيده مؤشر مش ضروري واحد يكون كسر وركه او كسر ايده او هالامور التانية يلي بتصيب شو المؤشرات النفسية اللي لازم ينتبهوا عليها لحتى يزوروا طبيب امراض شيخوخة اذا هني من الناحية النفسية اصدق اما هني نفسية اذا هني هني بيعرفولوا الشخصيته للمسن اللي متابعين والكيرجيفر من سميل يعني بيكون فيه شخص او شخصين اكتر شي هني عم بيتعاطوا بمتابعة المسن يعني هني بياخدوه عند الطبيب هني بيشترولوا ادويته كمان ما حكينا القطاع الدواء قداش عم بيعانوا المرضى عنا ليأمنوا الدواء ولايأمنوا البديل وليفوتوا على المستشفى ولايفوتوا على المستشفى ولايزوروا الطبيب ولايلاقوا الطبيب اللي هني بيرتحولوا هاي كلها تحديات اليوم مية بالمية وصحة المسن فعلا بخطر اي تغير اي تغير يعني المسجل ما نقول بهذا الإطار اي تغير بشخصيته للمسن بالكاركتر تبعه اعطينا مثل دكتور لنقول كل عمره ريه وصار يعني ينرفز بسرعة او يغضب بسرعة بيحرك بالبيت كتير اجيتيتد يعني عم بيشوف اوهام انه شخص عم بيحكي هاي دي كلها مرتبطة بي نسميها يعني بيصير تغيرات سلوكية بسبب ضعف الزاكرة فأي تغير ممكن بنمط أكله كمان بيقوم أشر على اذا رفض بقى يأكل ضعيف مع انه اكلته كانت قبل لانه المسن يعني الاكتئاب لنقول عند المسن ما انه واضح مثل عند الشباب يعني ما كتير المسن مرات ما بيحكي مرات بيبكي من غير ما حدا يحس عليها فأي تغيرات بيوضعه لازم تكون هاي دي مؤشر انه نعرضه لطبيب ونعمله تقييم لانه فيه سكيلز معين بنعملون وعأساس من منعمل تشخيص انه عنده اكتئاب وعأساسه منتابع انه اذا عطيناه ادوية وفيه ادوية وفيه متابعة كمان علاجات نفسية كتير بتساعد المسن بتخفف عوارض جانبية اللي من الادوية يعني ممكن المسن نعمله نحنا جلسات نفسية ويستفيد كتير ونحسنه وضعه ونعمل بلان نحنا والكارجيفر يعني كيف ما ننخليه اكتف كيف ما ننخليه ما يفوت بهذا الاكتئاب لانه الاكتئاب كمان على مدى البيت بيأثر على الزاكرة قلة الحركة لما عنده مشكلة صحية واقعدته بالبيت ما انه قدر بأي قوم هيدا الشيء ما بيعمل كمان امراض نفسية اكتئاب او قلة اكيد العزل بتأثر لهالسبب من نخليه نحنا ناشط جسديا ومحفز نفسيا يعني نفسيته منيحة وعنده ايجابية بطريقة عيش نعم في اسئلة عن البيدوز فينا ناخد البيدوز على صحة السلامة لا ما بننصح فيه انه لازم ينقاس بالدم ويتتابع هو ما فيه توكسيك لفل يعني بس انه المي بيطلع كتير فوق المعدل نحنا منبطل نعطي عمري 55 سنة عندي ضغط وسكري نفسيت كتير تعباني ما عم بتحمل حدا شو تنصحني ناجع او حسب كل حالي العلاجات النفسية انا يعني متخصص بالعلاج السلوك الادراكي مصبت انه بساعد 60% بحالة الاكتئاب والتوتر وحتى بالوسويس القهري وحتى نستعمله كمان بالفصام فبساعد 60% بحالة الاكتئاب الدواء بساعد 40% اذا عملنا دامج بين الدواء والعلاج بنعطي نتيجة نتيجة عالية جدا انا بدي اشكرك اهلا وسهلا فيك دكتور واقل كرامة استشارة بالطب النفسي طب العائلة وامراض المسنين والمتخصص بالعلاجات النفسية الحديثة اهلا وسهلا فيك انا بدي اشكر كمان كل الاصدقاء المشاهدين والمستمعين كلينيك صوت لبنان بلقاء جديد باي باي صوت لبنان صار صورة كمان تابعونا عبر vdl.me وصفحاتنا على social media وصفحاتنا